وتنضم إلينا الآن عبر الانترنت من تونس السيدة فرانشيسكا البانيز مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية البانيز وحييك على الجزيرة مباشر كنا نعرض لصور قبل قليل الاحتلال الإسرائيلي استهدف بخيمات تالواء في جباليا وبعض المناطق السكنية فضلا عنه قتل اليوم فقط في رفح 16 مدنيا كيف تنظرين وتتابعين هذا المشهد فرانشيسكا؟ تعليقي بكل بساطة هو بأنها تراجيديا وهي كارثة حقيقية وللأسف منذ البداية كنت أعلق عن ذلك وأقول بأن هذه الكارثة الإنسانية يجب أن تتوقف هذه ليست أول مرة يتم استهداف اللاجئين وجدت ذهبت إلى قطر وذهبت إلى مصر وذهبت إلى الأردن حيث يتم علاج المصابين الفلسطينيين الذين نجوا من قصف المخيمات أين سيذهبون لا يوجد أي مكان آمن هذا ما يحصل هو خارج عن القانون الدولي وما يؤصفني أكثر هو الإفلات من المحاسبة حتى من قبل الدول العربية التي تسكت عن ما يحصل من فضاعات اقتربنا على الأقل من 35 ألف شهيد وما يقرب من 79 ألف مصاب فضلا عن الألاف تحت الأنقاض لكن الاحتلال الإسرائيلي أصر على الدخول إلى رفح وبدأ عملية عسكرية خلال اليومين السابقين وهي بها مليون ونصف المليون على الأقل من الفلسطينيين ببساطة شديدة ما الذي يعنيه هذا؟ بالنسبة لهؤلاء الفلسطينيين هم يعانون من الموت من أدمان نتحدث عن مليون وخمسمائة ألف من الذين رحلوا من مكان آخر نتحدث عن قرابة النصف مليون من الأطفال يعانون من نقص الغذاء إذن أين تريدونهم أن يذهبوا؟ لقد تم تدمير بيوتهم تدمير المنشآت الحيوية مرتا أخرى بالنسبة المهم نحن نعلم أن كل ما يحصل خارج عن القانون الدولي الإنساني ولكن الأهم هو أن يتم قرار من قبل مجلس الآمن لوقف إطلاق النار وتم الاعتراض عليه إضافة إلى قرارات أخرى وتصويت في الجمعية العامة وحتى التحذير والخط الأحمر الذي وضعته الإدارة الأمريكية يتم تجوزه كذلك من قبل الإسرائيليين نحن نتحدث عن هؤلاء الفلسطينيين الذين يجدون نفسهم محاصرين هناك ويجب وقف هذه الحرب يجب وقف إسرائيل ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر يجب عزل إسرائيل لكن على ما يبدو فرانشيسكا وصحح لي أن المجتمع الدولي في حالة عجزة من خلال مؤسساته الدولية لما المتحدة مجلس الأمن والمؤسسات القانونية عن إيقاف إسرائيل لماذا؟ دعنا نقول بأن أغلب الدول الغربية هي فعلا مشلولة تجاه ما يحصل وهذا ليفاجئني لأنه ليست الإبادة الجماعية الأولى التي لم نتمكن من إيقافها كمجتمع الدولي مرة أخرى رواندا، ميانمار والعديد من هذه المجازر ولكن ما نشاهده الآن هو هذه الحماية وهذه الحصانة التي تعطى لإسرائيل من قبل الدول الغربية للأسف وخاصة تخاذل بالنسبة لمواقف بعض الدول العربية لم يكن أغلبها ما تعليقك على طلب جنوب أفريقيا أمس من محكمة العدل الدولية إصدار أمر عاجل لحماية الفلسطينيين بعد هجوم إسرائيل على رفحة التفقين مع ما ذهبت إليه جنوب أفريقيا في هذا السياق؟ بكل تأكيد أنا من ضمن المحققين في ألم المتحدة ونحن نقوم بتحقيق في كل الأدلة وفيما تفعله إسرائيل سواء تعلق الأمر بغزة أو غيرها وأنا أؤيد ما ذهبت إليه جنوب أفريقيا من أن هذه إبادة جماعية ومثلما قلت هناك تواطئ كبير للأسف معات الإبادة الجماعية وأعتقد بأن جنوب أفريقيا لديها تستحق الإشادة لأنها هي أول من يقدم هذه الدعوة والمرحلة القادمة ربما قد تستغرق وقتا طويلا للأسف مثل ما حصل في حالات إبادة جماعية سابقة ولكن يجب خاصة الامتثال لمعاهدة منهضة الإبادة الجماعية ويجب محاسبة إسرائيل ولا ننتظر حتى تكتمل هذه الإبادة الجماعية بأعنف طريقة ممكنة لأنه ذلك ما يحصل الأسف حاليا إذن أعتقد أن هناك مسؤولية قانونية لأن نحظو حذو جنوب أفريقيا لوقف هذه الإبادة الجماعية البنيزانت شخصيا تعرضت لهجوم وانتقادات شديدة خاصة أن رأينا لم يبقى شيء من غزة وما يحصل كذلك في الضفة الغربية ليس أقل إثارة للقلق هناك الألاف من الفلسطينيين المعتقلين الذين يتعرضون للتعذيب ما يحصل في السجون الإسرائيلية هو أمر مفزع هذه نقطة مهمة فرانشيسكا ما الذي يصلك من معلومات فيما يحدث فيها الضفة الغربية فيما يحدث فيها السجون والمعتقلة الإسرائيلية للفلسطينيين وهم بالآلاف تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر الظروف حسنا نحن نقوم بالتحقيق منذ أكثر من سنة بخصوص حالات الاعتقال والتلاقى التقارير وحتى قبل 7 أكتوبر كان الوضع فضيعا للأسف الشديد لأن إسرائيل تقوم بعمليات اعتقال آلية للفلسطينيين ولكن ما الذي حصل بعد السابع من أكتوبر بالضفة الغربية تجاوز كل الخطوط الحمراء سواء تعلق الأمر بالاعتقال وكذلك بالعقاب الجماعي والانتقام وكذلك التعذيب الجسدي والتعذيب كذلك الذهني والمعنوي إضافة إلى ذلك المعتقلين خاصة من تم اعتقالهم من غزة ووضعهم في السجون الإسرائيلية في مدن أخرى إنه أمر فعلا مفزع يعني البنيس دايني أعود للانتقادات والاتهامات التي وجهت إليك مرارا وتكرارا خلال الأشهر الماضية لأنك وصفت ما يحدث بالإبادة الجماعية واتهمت إسرائيل بشكل مباشر بأنها تقوم بحملة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ يومين أو ثلاثة خرج علينا الرئيس الأمريكي في لقاء متلفز وقلف أن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية في قتل المدنيين في قطاع غزة هذا رئيس أكبر دولة في العالم الدولة التي تنحز لإسرائيل وتدافع عنها وتحميها حتى الآن هل هذا يؤكد ما وصلت إليه وما ذهبت إليه من أن إسرائيل تقوم بإبادة جماعية ضد الفلسطينيين مرة أخرى أنا لا أتوقع الولايات المتحدة أن تتبنى أفكاري وما يقومون ما قامت به إدارة المتحدة هو كان ضدي شخصيا وضد كذلك تفويضي ومهمتي فيما يخص ما نقوم به من تحقيق ما قدمته من تقرير ولا أتوقع منهم أن يتبنوا مخرجات التقرير الذي قدمه لك كل ما نطلب منهم أن يلتزموا بمسؤولياتهم على المستوى الدولي وهم يغمضون أعينهم على اختراق القانون الدولي وذلك هو تقويض للنظام العالمي الأمل الوحيد يأتي من الأجيال الجديدة ما يقوم بهم في لدينا أعجاب كبير بما يحصل من الطلبة الشباب في ذلك المكان من العالم إضافة إلى مصر وإلى الأردن وهنا في تونس والكل يستلهمون بما يقوم به الطلبة الأمريكيون من احتجاجات وتظاهرات في الجامعات الأمريكية ذلك هو الأمل الوحيد بالنسبة لنا هل تعتقدين أن الحركة الطلابية خصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية قادرة على دفع المسؤولين الأمريكيين والإدارة الأمريكية إلى أن تتخذ موقف أكثر حيادية أو موقفا صوابا مما يحدث في غزة وأن توقف إسرائيل عند حدها أم الأمر كما تقولين يحتاج المزيد والمزيد من الوقت نحن لا نعلم لأن الأمر لم يتوقف هذه الاحتجاجات تتواصل وهي فعلا ظاهرة يظاهر في حد ذاتها كل هؤلاء الشباب الذين بكل عفوية يتظاهرون وهم يخاطرون بكل شيء يخاطرون بالملحة الجامعية يخاطرون بمستقبلهم يخاطرون بدراستهم نرى هذه الظاهرة تنتشر من الولايات المتحدة في كافة هي الحال عالم كثورة فكرية هم يحتاجون ويتظاهرون منذ عدة أشهر ولكن هؤلاء مثل ما قلنا يقومون بثورة عارمة على النظام وهم بذلك ألهبوا جامعات أخرى في أوروبا وفي أماكن أخرى من العالم وحتى جامعات عربية لذلك مثل ما قلت هي مثل العدوى الصحية وهم خاصة يقومون بالتوعية في المجتمع الأمريكي ليس فقط بسبب هذه العلاقة غير الصحية بين الولايات المتحدة وإسرائيل والتي تخدم وتحمي المصالح الذيقة لإسرائيل ولكن إضافة إلى ذلك فها تظهر بأن الولايات المتحدة التي تتشدق بحرية التعبير وبالديمقراطية هو نظام هش وأن هذه الأجيال تبشر بكل خير هل ما زلت فرانشيسكا تتعرضين لضغوط أو انتقادات بسبب القيام بعملك بسبب رأيك الواضح من أن ما تقوم بإسرائيل الآن في غزة هو إبادة جماعية حسنا ما يحصل لهو جزء ضئيل جدا لما يحصل للفلسطينيين ونحن نتضامن معهم وهم يعانون منذ عقود مناء الاحتلال وهناك حتى من الشعب اليهود من يقف إلى جانبهم وبالنسبة لموقفي فذلك هو دوري ولا أبحث عن أحمي نفسي بينما الفلسطينيون غير قدرون على حماية أنفسهم في غزة وفي الأراضي المحتلة لذلك أنا أقوم بهمتي وأقوم بدوري وكذلك أكتب تقاريري بخصوص انتهاك حقوق الإنسان وذلك هو هدفي الوحيد وذلك هو واجبي وستواصلين هذا العمل فرانشيسكا رغم أن يعني سامحيني أن على أرض الواقع لا يحدث شيء يقتل الفلسطيني ليل نهار ولا أحد يلتفت إليه وانت بالفعل كما بقية زملائك في العمل تقومون بعمل مهم لكن في النهاية نعكساته على أرض الواقع تبدو يعني غير مرئية حتى الآن فهل ستواصلين في هذا العمل بهذا الجهد وهذا الأداء بكل تأكيد أنتم سألتموني بما يكفي في حوارة تلفزية حتى تعلموا بأن عملي لن يتغير لا لن يتغير عملي سأواصل إذا أردت أن أسمع كلمة أخيرة فيما يخص نحن في اليوم المائتين وثمانية عشر أكثر من خمسة وثلاثين ألف شهيد فلسطيني وآلاف مائة ألف ما بين مصاب وتحت الأنقاض بماذا تختمين؟ بماذا تقولين فرانشيسك؟ أولاً شكراً جزيلاً على هذه الاتضافة الكريمة وأنا أولاً لدي رسالة إلى الجزيرة للتعبير عن تضامني مع زملائكم في الأراضي المحتلة والذين يخبرون العالم بما يحصل من فضاعة في غزة أريد أن أشكركم شكراً جزيلاً على ذلك تلك هي رسالتي ونحن نشكرك على دائماً أنت تقبلين هذه الدعوة مراراً وتكراراً رغم ضيق وقتك بشكرك شكراً جزيلاً فرانشيسكا البلانيز مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية شكراً جزيلاً لك فرانشيسكا